احنا هرانا مجلس هو بالشعب وشوفوا في اللجنة وخارج اللجنة قداه من وزارة وزير مرأة وشؤون الدينية والكل ووزارة التربية مفهمش وزير جاء ومفهمش محكينيش على المدارس القرآنية العشوائية هذي ناس عندهم فلوس هوا مشكلة من أين لكاء هذي الأموال وفهمش كون كتب تواعين كثلاثة سنين على هلم وتمويلات معناها فيه وبالضبط في المدرسة هذي فهمش كون كتب من الفين وخمساش على المدرسة هذي بالذات في فيسبوك لك المكتع مشكلة واحدة كنت أدوين أن الناس تأخذها بشكل جد وسمى الأسماء وفهمة تمويلات كبيرة وحكينا فيها برشا مرات برشا مرات برشا مرات في الاعليام حكينا كانوا بحكينا فهمة مشكلة الناس عندها فلوس وجدي حكيتها عندك أنت يظهر لي زادا حكينا على فلوس جاء من الخارج بش يحلوا مدارس قرآنية اللي هي مش قضعة للدولة واللي ما فهمة حتى إمكانية بتاع مراقبة لا ظروف المدارس هذي وللمحتوى اللي قاعد يعديوا فيه للأطفال ولها مراقبة مالية رانا نحكيه على معناها منظومة كاملة خارج الدولة أن الفرحانة رغم المأساة اللي تحوم حول هذا الملف أنه ديوم ثم خدمة بديت واليوم سمعت ثلاثة مدارسة أخرين ديوم قاع غلقهم من جراء خطر المعلومات الناس كل اللي تتكلم ومعلومات اللي تعطي في معلومات ثابتة دونك إحنا هذية يجبنا حرب حرب ضد المدرسة العشوائية اللي ما تنجم تعرف معناها الدولة ما عنده عليها حتى رقابة دونك إحنا نحبون إحنا توى في تونس عنا مشكلة مع التعليم الخاص متقلقين من تعليم الخاص اللي هو منظق نسبيا ومحتوى ونفس البرامج فما بالك هذية تعليم له خاص وخاص جدا وخارج الرقابة لغاية ذلك ثانيا المدرسة هذي رهو مبيت رهو مبيت رهو مش نلعب وراه رهو مبيت مختلط بين الكهول وشباب والأطفال تصور انتي معنا حسب المعلومات اللي خرجت وانا نحترم مراني مبدأ القارنة البراءة